المملكة العربية السعودية حدث تاريخي يسطر بماء الذهب في ظل التقدم والتطور الشامل الذي تشهده المملكة العربية السعودية في كافة المجالات ومن ضمنها مجال استكشاف الفضاء المهمة الفضائية AX2 خير شاهد على التقدم العلمي والتغني الذي وصلت إليه المملكة العربية السعودية في هذا المجال والتي يشارك فيها رائداء الفضاء السعوديين ريانا ربناوي وعلي القرني حيث انطلقت المهمة في رحلة نحو محطة الفضاء الدولية عبر صاروخ فالكون 9 وذلك بعد استكمال كافة الاستعدادات والتجهيزات لإنجاحها الحمد لله على اللحظة التاريخية اللي نعيشها مو بس أنا عيشها أحنا وأنتوا سوية استمتعنا صراحة بالاطلاق ولم تأكد أنكم استمتعتوا بالمشاهدة شكرا شكرا لكل من دعمنا شكرا لكل من وقف معنا وساعدنا شكرا لمن وصلنا لهذه المرحلة تعد رحلة رائدية الفضاء السعوديين نقطة انطلاق علمية تاريخية في مجال البحث حيث سيخوضان خلال رحلتهم 11 تجربة بحثية وعلمية في بيئة الجاذبية الصغرى إضافة إلى ثلاث تجارب تفاعلية تعليمية مع طلاب وطالبات المدارس في المملكة ليصبح مجموعة التجارب 14 تجربة تستهدف القيامة بالأبحاث البشرية وعلوم الخلايا وتجارب الاستمطار الصناعي في بيئة الجاذبية الصغرى هذا وسيشرف مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث وفريق العلماء التابع له على تجربة علوم الخلايا وستتولى جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الإشرافة على تجربة الاستمطار في الجاذبية الصغرى التي تهدف إلى مساعدة العلماء والباحثين على ابتكار طرق جديدة لتوفير الظروف الملائمة للبشر وستقود من جانبها شركة سديم للبحث والتطوير ستة تجارب في مجال الأبحاث البشرية لمعرفة التكيف البشري في رحلات الفضاء ومدى أمانها على الدماغ وسيكون لطلاب وطالبات المملكة مشاركة في التجارب العلمية على متن المحطة الدولية للفضاء لتعزيز الوعي المعرفي بعلوم الفضاء وإسهامه في تحسين جودة الحياة على الأرض هذا الحدث التاريخي للمملكة العربية السعودية يمهد الطريقة لطموحها في مجال استكشاف الفضاء ويفرز نماذجها الوطنية المشرفة التي تعمل على تحقيق الإنجازات المشرفة في مجال الفضاء على المستوى العالمي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر